موسيقى السلام عليكم مشاهدين الأفاضل في حلقة جديدة من برنامج أفاق وتحديدا في سلسلة الحلقات التي نخصصها للحديث عن سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم توقفنا في الحلقة الماضية عند المضامين التي وردت في خطبة الصديق رضي الله عنه والتي حدد فيها القواعد الأساسية لإدارة الدولة وسنكمل بإذن الله في هذه الحلقة الحديث عن هذه المعاني ودلالتها نرحب في البداية بضيفنا في برنامج أفاق عضو مجلس الأمنا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي صلاة بي مجددا أهلا وسهلا بك دكتور معنا في أفاق أهلا وسهلا بك دكتور توقفنا عند نقطة التنويه إلى مسألة أن إقامة العدل والمساواة بين الناس في دولة الصديق رضي الله عنه ستكون من الأسس والقواعد التي يسير عليها النظام الحكم وإدارة شؤون الدولة يعني عندما يقول الصديق بأن الضعيفة فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقا ما دلالت التنويه إلى هذا المبدأ أو هذا الأساس في إدارة الدولة والتعبير عنه بهذه الكلمات بالذات بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أهلا وسلم بك أخي خالد والإخوة المشاهدين الكرام طبعا هذا إرسال قواعد الحكم في الإسلام وبناء المجتمع وتقوية الدولة أن الدولة العادلة تستمر ولو كانت كافرة وأن الدولة الظالمة تنتهي ولو كانت مسلمة وهذه من سنن الله سبحانه وتعالى في الدول أنها تقوم على العدالة وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وضع هذه القيمة وهذا المقصد اللي هو العدل مستمد من القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وأيضا من قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وأيضا قل الله تعالى أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فلاه جزاء للحسنة فدولة يا داود إنا جعلناك خريفة فلأرفعكم بين الناس بالحق فالمرجعية بالنسبة لسيدنا أبو بكر متمثلة في القرآن الكريم يعني كإطار عام إرساء هذه القواعد كان لإرضاء الله سبحانه وتعالى أولا قبل إرضاء الناس أو راعيا لا شك في ذلك أنه العقد تم على هذا الأساس يعني العقد البيعة الذي تم بين الحاكم وبين الأمة في عقد بيعة سيدنا أبو بكر الصديق سواء البيعة الخاصة أو العامة الالتزام الجميع بشبع الله سبحانه وتعالى من الأمة الولاء والسمع والطاعة والحاكم أن ينفذ شبع الله سبحانه وتعالى وكان يقول أني أخشى على نفسي أن أزيغ عن هدي النبي فأضيع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فالدلال هنا أن دولة الصديق هي دولة العدل دولة العدالة أو قائمة دولة المساواء ولهذا سيدنا أبو بكر حتى على مستوى نفسه كان يحاسب نفسه حساب شديد ودقيق ولهذا في يوم من الأيام قال نجتمع بعد الغدات في يوم جمعة ونأتي بالإبل انتاع الصدقة حتى نوضحها نوزعها على الناس المحتاجين من الفقراء ومن المساكين وقال في المكان في التجمع هذه الإبل قال لا يدخل علينا أحد إلا بإذن فأحد الناس من المواطنين زوجته أعطته خطام وقالت اذهب لعل الله يفزقنا جمال فدخل بدون إذن الخطام ما يقاد به البعيد آي بالضبط فدخل بدون إذن سيدنا أبو بكر كان معه عمر فسيدنا أبو بكر ضرب بهذا الخطام ونهر وبعد ما تم التوزيع الإبل لمحتاجيها يعني شعر بنوع من التأنيب الضمير فقال لذلك الشخص هذا الخطام سيدنا أبو بكر واستقد مني يعني بما أنا أقتص مني كما أنا ضربتك أضربني فقال سيدنا عمر قال سيدنا عمر لا يقتص منك ولا تجعلها سنة إن المواطن العادي في تأديبة من قبل الحاكم يقتص منها قال يا عمر ما لي أمام الله يوم القيامة الله سيحاسبني فقال سيدنا عمر أرضيه يعني فأعطيت إليه ناقة وعطي إليه قطيفة وخمسة من الدنانية ورضاه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يعني كان عنده من الشفافية الشيء الكثير رضي الله عنه أرضاه حتى في العطاء لما الدولة بدت تأتيها الأموال وفتح معدن جهينة ومعدن سليم وبدت تأتي الذهب والفضة لبيت المال المسلمين في دولة سيدنا أبو بكر الصديق وبدت تأتي الصدقات وتأتي الأموال فبدأ يوزع في الدراهم على الناس بالتساوي بين الصغير والكبير والعبد والحر والذكر والأنثى وقالت يعني سيدة عائشة رضي الله عنها السنة الأولى أعطى عشر دراهم لكل مرأة ولكل أماء ولكل رجل ولكل عبد والعام الثاني بعكم النبية المال المسلمين أزداد في الأموال فأعطى عشرين فهنا كان سيدنا عمر له رأي آخر يعني وبعض الصحابة رضو الله عليهم قالوا أن الناس تتحدث أنك سويت بين كل الناس يعني لم تقدم أهل الفضل وأهل الصبق وأهل اللي كان لهم تقدم في العطاء والبدل للإسلام فقال الصديق رضي الله عنه ورضاه أني لا أعرف الناس بأهل الفضل وأهل الصبق ومن كان لهم تقدم في البذل لكن هذا قال لهم رزق والتسوي فيه بين الناس بالأسوى هو الأحسن وهو الأفضل وهم اللي عملوه هذا عملوه لله واجرهم على الله في الآخرة وإنما هذا الرزق هو بلاغ للراكب فهو ساوى كان تشوف بين المواطنين حتى في عطاء الدولة أو سيدنا عمر قال أتسوي بين من هاجر الهجرتين ومن صلى القبلتين قال لسيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر إنما عملوا لله واجرهم على الله وهذا بلاغ للراكب سيدنا عمر لما تولى الدولة غير العطاء وعمل لأهل الفضل ولأهل الصبق ومن كان لهم تقدم وعطاء وبذل أكثر من بقية المواطنين في آخر عهدة سيدنا عمر قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا أخذت برأي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في التسوي بين الناس في العطاء فكانت قائمة قائمة على الدولة الصديق قائمة على العدالة المطلقة بين الرجال وبين النساء وبين العبيد وبين والعدالة المطلقة أيضا في أحكام الشريعة في الحدود وفي القصاص وفي فكانت هذه وفي التعامل مع الخصوم والآخرين لما أهل الحيرة فتح سيدنا عمر أبو خالد الحيرة فهمها كانت من عادات أهل الحيرة وأهل العراق أنهم يهدوا للأكاسرة في أموال خاصة غير الجزية التي تأخذها الدولة وغير الضرائب التي تأخذها الدولة فلما أرسلها سيدنا خالد رضي الله عنها أرضاه لسيدنا أبو بكر الهدايا الخاصة لأبي بكر فاعتبرها من الجزية وهذا من عدل سيدنا أبو بكر وما باش يقبل الهدية له كحاكم لم يحتفظ بها لنفسه لا اعتبرها وقال سيدنا خالد اعتبرها هذه من قبل أموال الجزية انطلاقا من مبدأ العدل والمسواة بين الناس بالضبط يعني فبالتالي دولة الصديق كانت تطبق في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط واعدلوا هو أقرب للتقوى وكان هذا العدل هو عدل الإسلام العدل الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو مقصد من مقاصد القرآن الكريم فيبقى من صفات دولة الصديق دولة العدالة وأيضا المسواة كما بينا فهذا من هدي الصديق رضي الله عنه ورضاه وأيضا الشؤون لما بدت حركة الفوتوحات في العراق وفي الشام من أسباب دخول أهل العراق في الإسلام ومن أسباب دخول أهل الشام في الإسلام العدل الذي رأوه في دولة الصديق وفي هذا الدين العظيم وفي مبادئه وفي مرجعيته العليا في القرآن الكريم لم يروفه عند الأكاسر ولم يروفه عند الرمان وبالتالي كانت من الأسباب التي مست قلوبهم ولورت عقولهم وطخرت نفوسهم وكانت سبب في دخول الإسلام هذه الشعوب وهذه الأمم إلى يومنا هذا يعني دولة الصديق في ذلك العصر انفردت بالقيام على هذه المبادئ والأسس التي من بينها مبدأ العدل والمساوط بين الناس لم تكن في ذلك العصر دولة أخرى تتعامل بذات هذه المبادئ أو هذا المبدأ تحديدا مبدأ العدل لكن في ظلم عظيم بالنسبة لممارسة الأكاسرة في الظلم على الشعوب وعلى الفلاحين وعلى العمال وكذلك الرمان وشبح عبيد الشعوب للأكاسرة وللقياسرة بعكس دولة الصديق المسعد لها الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحض ولم تفرق بين البشر كم يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولهذا أزالت الأنظمة الدكتورية في العراق وفي بلاد روم وساهمت في إيصال العدالة والمساوال تلك الشعوب أيضا دكتور من المضامين التي احتوتها خطبة الصديق والتي شبهناها قياسا إلى مقايز هذا العصر بالبيان الرئاسي الأول للحاكم عقب توليه لحكم الدولة وإدارة شؤون البلاد من مضامين هذا البيان التأكيد على الجهاد عندما قال وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلى آخر هذه الجملة ما الذي أو لماذا جعل صديق الجهاد أساسا من أسس الحكم في دولته هي وسيلة الجهاد الله سبحانه وتعالى قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير فجعل الله سبحانه وتعالى وسيلة للتصدي للظلم والتصدي للإستبداد والتصدي للدكتورية وإزالة هذه الأنظمة وهذا الذي حدث في قريش وحدث في الجزيرة العربية فأئمة الظلال وأئمة الكفر وأئمة الشرك تم القضاء عليهم عن طريق استحترام القوة حتى استطاع بقية المواطنين والبسطاء أن يستمعوا إلى دعوة الله فمست شغاف قلوبهم فيما بعد وبالتالي هذه الدولة الناشئة في وسط الجزيرة العربية المحاطة بأخطار من قبل الروم ومن قبل الفرس وهم كانوا يتابعون ويستشعرون بخطورة هذه الدولة صعود هذه الدولة صعود هذه الدولة وانتشارها لا بد من إزاحة الأنظمة والدكتورية والاستبدادية حتى يسمع لهذه الشعوب تختار العقيدة التي تناسبها وطبيعة هذا الدين قايم على الجهاد بمفهوم الشامل على جهاد النفس على جهاد الدعوة على الجهاد القتالي على الجهاد العلمي على الجهاد التربوي فمفهوم واسع مفهوم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين ولهذا الدولة الصديق استطعت أن تقضي على حركة الردة بالترتيب وبالتنظيم وبحسن الإدارة وأقام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غرفة عمليات واستخدم الأسلوب الإعلامي والأسلوب العلمي والأسلوب العسكري في القضاء على حركة الردة هو دكتور قبل أن نذهب إلى نتائج الأخذ بهذا المبدأ دكتور يعني بداية نود أن نعرف ما المفهوم الذي كان يحمله الصديق والصحابة عموما عن الجهاد في سبيل الله في تلك الفترة الجهاد في سبيل الله هو الإعلاء بكلمة الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فكانت هناك أنظمة قائمة قائمة على الاستبداد قائمة على الظلم قائمة على الدكتورية منعت شعوبها للاستماع لدعوة الله سبحانه وتعالى فدولة الصديق أرادت أن تزيل هذه الأنظمة الظالمة لتحرر الشعوب من هذه الأغلال ومن هذه السلاسل التي كبلت عقولها وقلوبها ونفوسها وبالتالي كان موجه للسلطة التي منعت الناس من حقها في الاختيار السلطة الظالمة السلطة الظالمة المتمثلة في النظام الفارسي في تلك المرحلة والامبراطورية الفارسية والمتمثل أيضا في الامبراطورية الرومانية التي أذاقت الشعوب الظلم والإيهانة ومنعتها من حقها في الاختيار الصحيح لعقيدتها ودينها ومنعتها من حقها في حرية الاعتقاد منعتها من حقها في حرية التعبير منعتها من حقها في حرية التفكير منعتها من حقها في الحريات الشخصية فبالتالي هذا الجهاد موجه لهذه الأنظمة لتحرير هذه الشعوب وإعطاءها الفرصة في الاختيار الذي تريده يعني توسع الدولة الإسلامية في عهد الصديق تحت مبدأ الجهاد في سبيل الله لم يكن استعمارا لتلك الشعوب التي توسعت فيها الدولة الإسلامية ولم يكن عدوانا على تلك الأنظمة الحاكمة لهم أصحاب رسالة وأصحاب دعوة وأصحاب قيم ومبادئ يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بنشرها وانتشال البشرية من الظلمات وأدخالها في نور الإيمان وفي نور الإسلام وفي نور الإحسان فبالتالي الجهاد هو جهاد مستهدف به الظلم والاستبداد والدكتورية ليس لفرض العقيدة بقوة السلاح لم يكن هناك إكراها في المسألة هذا أبعد الناس عن ذلك هم أهل الإسلام وأهل الإيمان وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لأن الله يقول لا إكراها في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لم يحدث في تاريخ الأمة في عهد الخلافة الراشدة بأن فرض بقوة السلاح والحديد والنار أن ألزموا الناس بعقيدة الدين وإنما أما قبول هذه الدعوة ويكون لهم ما على المسلمين وإخوانهم في الدين أو دفع الجزية للدفاع عنهم كدولة من حق أن تأخذ الضرائب للدفاع عن مواطنيها مقابل خدمات خدمات في الدفاع عنهم من الأعداء ومن المخاطر لكن هي المسألة المهمة وأعضرني المقاطعة دكتور هل كان هذا المبدأ يفرض فرضا بقوة السلاح؟ أم كان اختيارا بعد إزالة النظام الحاكم الظالم الذي كان يتصلت على تلك الشعوب؟ هل كانت تلك الشعوب تخير فيما تريده بعد أن تمت إزالة هذه الأنظمة الظالمة؟ بالنسبة للإسلام هي مخيرة كأصبح مواطنين تبعين للدولة الإسلامية بعد إزالة الأنظمة فمن حقهم أن يدخلوا في الإسلام بحرية مطلقة فإذا رفضوا أن يدفعوا الضريبة التي هي الجزية أو الخراج وهذا معمول به الدولة تحتاج إلى مصادر مالية مثل ما المسلمين يدفعهم في الزكاء والمواطن المسلم يدفع في 2.5% والجزية قليلة جدا إذا قرنتها والخراج بالضريبة التي كانت تفرضها الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية وبالتالي هذه الأمور وهذا العدل وهذا رفع الظلم ساهم في دخول هذه الشعوب في الإسلام أو يختاروا القتال وهذه أظن دعوة عادلة ما بعدها عدل أما أن تدخلوا في دين الله وتبقوا لنا إخوانا في دين الله وهذا الدين الذي افتضاه الله للبشرية والله اللي يقول فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورذيت لكم الإسلام دينة أو دفع الجزية كمواطنين لهذه الدولة وعلى الدولة أن تدافع عنكم وعن حقكم في الاعتقاد وعن أموالكم وعن نفوسكم وعن أعراضكم أو أنتم أحرار تريدون أن تقاتلوا فأنتم أن تقاتلوا أما أن نترك هذه الأنظمة الاستبدادية لتعليم الناس العبودية لهذه الأنظمة بقوانينها وبشريعتها والسؤال المتمثلة في الأكاسرة أو في القياسرة فهذا ما تأباه دولة الصديق ولهذا حظ الأمة على الجهات واستطاع أن يتصدى للمخاطر الداخلية المتمثلة في حركة الردة المدعومة من القوة الفارسية ومن القوة الرومانية وبعد ذلك بعدما أنهى مرحلة الردة بدت الجيوش تنطلق إلى العراق على رأسها سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه وقد سبقه قبل ذلك المثنى ابن حارثة وإذن غاء عياظ بن غن وهذا من القادة الكبار في فتوحات العراق وأيضا بنادي الشام عمر بن العاص استدعاه وقال له تريد أن تبقى كوالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عمان أو أكلفك بشيء أحسن فقال له أن ترامي بعد الله وأنا سهم من سهام الله وأرمي حيث ما شئ فكلفه بجيش له وجيش لأبو عبيدة وشرحبيل بن حسنة وخالد بن سعيد بن العاص ناتي الحديث عنهم إن شاء الله وسناتي للحديث عن هذه المرحلة بتفصيل أكثر الدكتور في قادم الحلقات إن شاء الله لكن دعنا نقف أكثر عند مضامين هذه الخطبة أو هذا البيان الرئاسي الذي ألقاه الصديق بعد تولي الخلافة على المسلمين يعني في مسألة إرساء مبدأ الجهاد في سبيل الله منذ بداية تولي الصديق للخلافة هل شاهدت دولة الصديق في توسعها تحت أو أخذ بمبدأ الجهاد في سبيل الله هل سجلت على هذه الدولة أي حالات تقتيل لأسرة تطهير عرقي أو تهجير لشعوب بعد أن تمت السيطرة على أراضي أو دول تلك الشعوب لكانت تلك الجيوش خاضعة لمفهوم ومقصد العدالة والمساواة والتسامح مع تلك الشعوب على المسلم وغير المسلم على البشر في التعامل مع البشر أصلا ولم تكن هناك في أي فرض بقوة الحديد أو بالنار على عقائد الناس وكانوا أحرار في اختيار العقيدة التي يريدونها لم تسجل أي حالة تجاوز التاريخ لا يذكر أي حالة تجاوز حدثت في عهد الصديق في هذا السياق الدولة لا ترضى لما يصل الخبر إلى سيدنا أبو بكر من اجتهادات بعض البشر يتم التوجيه من قبل القيادة العليا ومن قبل الرئيس ومن قبل الزعيم ومن قبل الخليفة لكن يرضى الخليفة بمبدأ الظلم أو الاستبداد أو يكره الناس على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى فهذا لم يكن نهائيا أبدا وأيضا نقطة مهمة أن سيدنا أبو بكر مبدأ أعلنه في دولته اللي هو الجهاد لا يترك قوما الجهاد إلا عمهم الله بالذل هذا المبدأ من المبادل التي قالها ونص عليها في دولته ثم نفذ ذلك ربما النقطة الأخيرة التي وردت في الخطبة هي مسألة أو قبل الأخيرة بلا صح دكتور هي مسألة التنبيه لضرورة التمسك بالأخلاق في دولة الصديق يعني عندما يقول الصديق لا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء يعني مسألة الفاحشة وضرورة التمسك بالنهي عن الفاحشة والتمسك بالأخلاق الحميدة بالتأكيد كانت من بديهيات تلك الدولة وهي يعني التي شهدت وجود الرسول المعصوم وهذه الخطبة جاءت عقب وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة تقريبا ما الداعي للتنويه إلى ضرورة التمسك بالأخلاق الحميدة والتحذير من خطر فشائل فاحشة في خطبة الصديق وهذا أمر ربما كان المسلمون أبعد ما يكون عنه في ذلك العصر أولا هذا تعطيك أن من واجبات الدولة المحافظة على أخلاق المجتمع ولهذا الله سبحانه وتعالى قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم المجتمع بطبع المجتمع الإيماني الذي رذي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نبيا ورسولا يحارب الأخلاق الرذيلة وينشر الأخلاق الرفيعة التي يتقرب بها إلى الله التي في حد ذاتها عبادة لله سبحانه وتعالى والدولة أيضا الله قال الذين إن مكنناهم في الأرض اللي هو السلطة التنفيذية اللي هو الرئيس والذين معه والوزراء والمعاونين والمساعدين الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فبالتالي من واجبات الخليفة والدولة والمجتمع المحافظة على الأخلاق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أي قوم تخرج فيهم الفاحشة ويتكون هذه الفاحشة معلنة ينتشر فيهم الطعون والأوجاع التي لم تكن في سالف ليست في الذين من قبلهم فكما أن الفاحشة والذنوب والمعاصي مثل الزنا ومثل الخمر هذه الأمراض التي تضعف الدولة هذه الأمراض التي تنزل وتستجلب سخط الله وغضب الله ولهذا الله قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاء فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كما أن في علم الحضارات وقيم الدول وسقوطها وبزوغ الحضارات واندثارها أن الحضارة اليونانية لما تحدث الكبار المؤرخين عن أسباب زوالها والحضارة الرومانية لما تحدث كبار المؤرخين وفلاسفة التاريخ عن زوالها وكذلك الفينيقية ذكروا من هذه العوامل هو أنهيار الأخلاقي كان سبب في زوال حضارة اليونان وحضارة الإغريق والحضارة اليونانية وهذا نص عليه المولى عز وجل في الكتاب في كتابه لما تحدث عن قوم لوت وسبب فاحشة لوت كيف كانت سبب في دمارهم ونص الله سبحانه وتعالى على شعيب لما انحرفوا في الجانب الاقتصادي وفي إقاءة لم يتقوا الله في المكيال وفي الميزان كيف كانت سبب في زوالهم وفي دمارهم فدولة الصديق دولة الأخلاق دولة القيم دولة المبادئ دولة المقاصد التي جاءت في القرآن الكريم وبالتالي نص على هذا البعد المهم في تقوية الدولة والمهم في سعادة المجتمع في الدنيا وفي الآخرة إدراكا منه لأهمية هذا الأمر لا شك في ذلك ولهذا الله قال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله وقعت في المعاصي في الظلوم في الموبقات فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون هذا آية وضحة في صورة النحل وبالتالي هذه أيضا حرص سيدنا أبو بكر في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على نأو إن الذين يحبون أن تشيع الفاعشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون طيب في دقيقة دكتور حتى نختتم هذه النقطة مع نهاية هذه الحلقة ما ملامح الخطة التي اتبعها الصديق في إعلان حربه على الفوحش في دولته أولا تحريك المنابر وخطب الجمعة لترسيخ قيم الصدق والحياء والإخلاص ومحاربة المنكرات ثم نشر الحركة العلمية والحركة التربوية وفتح المساجد والمقارات لتعليم الناس دينهم فأخذ بعدين بعد التزكية النفسية اللي يقوم بالعلماء والدعاة والبعد الآخر بعد سلطان الدولة في إقامة الحدود على الزنات وعلى أهل الخمر وعلى أهل الكبائر كما بيّنها المولى عز وجل وسبحانه وتعالى طيب بهذا تبقت نقطة واحدة أو مضمون واحد من المضامين التي وردت في خطبة الصديق وهي مسألة المبادئ التي بيّنها الصديق كمبادئ يستمد منها الأسس التي سيدير بها الدولة المسلمة ربما نبدأ بهذه النقطة في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى قبل أن ننتقل إلى جانب آخر أو موضوع آخر من سيرة الصديق رضي الله عنه وارضاه أشكرك عضو مجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي كما أشكركم أسادة المشاهدين على كرم وطيب متابعة هذه الحلقة حتى نلقاكم دمتم في أمان الله ورعايته ورعايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر